تركت مع بقية الوزارات المعنية وفيما يتعلق بالمشهد السياسي فقد اعتبر رئيس الجمهورية البجيقايد السبسي في لقاء خاص بالوفد الصحفي التونسي المرافق له إلى القمة العربية الأوروبية والدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان بجوناف أن من يتهم أعضاء حزب نداء تونس الآن بإثارة المشاكل وتفكيكه هم من بدأوا في إثارة المشاكل وفق تعبيره مشيراً إلى أن مؤسسي حزب تحية تونس كانوا في النداء وفرضية عودتهم للنداء ممكنة من جهة أخرى أكد قايد السبسي أنه فور مغادرته منصب رئاسة الجمهورية سيوصي بتغيير الدستور ليكون نظاماً رئاسياً معتبراً أن نقطة ضعف النظام الحالي هي أن السلطة التنفيذية يقودها شخصاً وفق تعبيره وخلال مشاركته في افتتاح أشغل القمة العربية الأوروبية الأولى المنعقدة بشارم الشيخ دعا رئيس الجمهورية إلى تسريع مسارات التسوية السياسية للأزمات القائمة في ليبيا وسوريا واليمن وفق المرجعيات الأممية والأقليمية المتفق عليها وذلك كخطوة مهمة في اتجاه إعادة الاستقرار ووضع حد للمعاناة الإنسانية هناك ولمنع التنظيمات الإرهابية من استغلال حالة الاضطراب والانفلات لمواصلة نشاطاتها وتهديد بلدان المنطقة وشعوبها وفي علاقة بالاحتجاجات التي تشهدها الجزائر ضد ترشح عبدالعزيز بوتفليقة لعودة رئاسية خامسة فإن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي قال إن تونس لا تقدم دروساً للآخرين مؤكداً أن ما يحصل في الجزائر شأن خاص تصريحات ومواقف من قضايا تخص الشأن المحلية والشأن الخارجي تظل رهينة تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في تونس وفي المنطقة ككل لترح كل هذه الأسئلة وعودة على نشاط الرئاسي في الفترة الأخيرة نستضيف السيدة سعيدة جراش ناطقة رسمية باسم رئاسة الجمهورية أهلا وسهلا سعيدة أهلا وسهلا بكم وبكل المشاهدات والمشاهدين سعادة باستقبالك سعيدة أنا أسعد نبدأ بزيارات نشاط دبلوماسي مكثف من مالتا إلى أدس أبابا إلى شرم الشيخ إلى جونيف حصيلة هذا الحراك الدبلوماسي على مستوى الرئاسة طبعا تعرفوا الزيارات تختلف بحسب نوعيتها يعني إن كانت ثنائية بين جوز بلدان كما صار في مالتا ومثلا أو تكون بمناسبة قيمة أو ندوات أو لقاءات إقليمية أو دولية وتختلف حتى الأجندة بحسب نوعية اللقاء بالنسبة لمالتا كانت زيارة ثنائية وتذكروا عنها والأعتقد جاتنا رئيس مالتا وتعرفوا اللي عنا تاريخ مشتركة مع مالتا وكان من نتائج زيارة مالتا أنه هي حاليا في مرحلة استقبال أو احتياج إلى يد عاملة باختصاصات متعدة خصوصا أنها قاعدة نسبة النمو فيها قاعدة التور بشكل معناها لافت أنه مثلا تم الاتفاق على أنه الأولوية للتوانسة التي تتوفر فيهم الشروط معناها في الالتحاق للعمل بمالتا إضافة إلى تعرف مشاهة مع السيد الرئيس وفد عن اتحاد الأعراف في علاقة بكل ما هو بعض مشاريع واستثمار مشترك إضافة إلى ملفات سابقة في علاقة ببعض المشاريع بين الدولتين فيها حتى على مسائل معناها فيها تكنولوجيا متطورة فيها حتى طالية وغيره اللي هي كانت منذ سنوات يتحدث عليها على الساس أنه يتم الإسراء في التنسيق لإقامتها هذا كتب ذا بيلاتيران ثنائية أثيوبيا كان الأمر مختلف أكثر اتساعا لأحياء ذكرى معينة وتعرفوا في إطار الأفريقي وتعرفوا أهمية التوجه في عمقنا الأفريقي وهذا أكد عليه رئيس الجمهورية مرارا وتكرارا وهو استمرار للسياسة البرغيبية في الدبلوماسية الخارجية التنسية تعرفوا لأنه برغيبا كان مؤسس لأشياء كثيرة وعننا حضور كبير وكان عنا حضور كبير في أفريقيا في مساعدة بعض الدول على إقامة البنوك على الطرقات على التركيز الكهرباء يعني كنا نحكيه على أفريقيا نحن نحكيه عليها كموضة أو وجهة حاليا تتنافس عليها العديد من الدول للاستثمار فيها لما تشكله من مخزون معناها كبير لأجل تطوير اقتصادية معينة بقدر ما هو استمرارية وإعادة تركيز وأن الموقع الجغرافي لتونس أنها تكون في شمال إفريقيا هو يفتح البوابة وتكون تونسية تنجم تستفيد أكثر شرم الشيخ هي القمة الأولى من نوحة القمة الأوروبية العربية مع الملاحظة أنه بدأ الأعداد والتفكير فيها من 2006 بمبادرة من مالطة أيضا وهي قمة سياسية بامتياز باعتبار أنه القارة معناها من نقول شقارتين معنا الطرفين لأنه العرب منتشرين على آسيا مش شقارتها واحدة صحيحة فعلا طب هي سياسية بامتياز هذه القمة ونصل أبرز الهجرة طبعا بالنسبة للأوروبيين أهم محور هو الهجرة والإرهاب لأنهم بالنسبة لهم الهجرة غير النظامية هي مصدر لتسرب الإرهابيين وتعرفوا طول مطروح هذه بشكل عنده مدة عنده سنوات مطروح بحدة وبحرارة معناها في البلدان الأوروبية وحتى يوصلوا أحيانا يحاولوا يلقاوا حلول أخرى خارج أسوارهم بالنسبة للعرب ليس هذا الإشكال لأنه فيها محاور أخرى فيها مسألة التنمية الاقتصادية فيها مسألة مواضيع السياسية التي تعلق بالعرب والعرب اللي هي القضية الفلسطينية اللي هي الأزمات الموجودة في المنطقة سوريا ليبيا واليمن وشفت وانه ريت في الملخص متاعكم كيفاش تخليتم ملخص من موقف السيد الرئيس في علاقة بهذا بتبع في فضاءات كمان هذه تطرح أنت اللي حاشتك به هنا تطرحان اللي حاشت به ثم توجت بيه بيان ختامي وجاء على المواضيع هذه لأنه زاد فيه أيضا محور تمكين المرأة وهو مطروح كعامل من عوامل التنمية في بلداننا خاصة لأنه كنا نحكيه عن التنمية الاقتصادية من ضمن المسائل المطروحة تمكين المرأة ورئيس تغل هذه المنابر للحديث على موضوع تمكين المرأة وموضوع المساواة والحقوق وهو كذلك تشوفوا اللي دي ما يحضر وعلى فكرة في زيارة مال تطلبوا منا المعهد الاستراتيجي متاحهم أنه نلقيه هزينا معنا في وفد السيد الرئيس ثلاثة السيدة بوشرب الحاجة حميدة بصفتها رئيس اللجنة التي قره الرئيس في 13 أو 2017 الحرية الفردية والمساواة الدكتور سليم اللغماني باعتباره متخص وعضو في اللجنة والسيدة الدكتورة كلثوم مزيو أيضا لأنها كانت ليعرفوا القرينة دروان عارفوا أنها أول من طرحت مسألة المساواة في الإرث على بورجيبة أنا ذاك وكيف استقبلها في السياق بالتالي هما زاد عاشوا تجربة تقريبا شبيهة في مجال آخر في علاقة بالدستور وغيره وكانت زادة مناسبة للتعرض أيضا مرة أخرى لموضوع المساواة في الإرث تم التعرض أيضا لمسألة حقوق النساء والمبادرة التشعيل السيد الرئيس في أثيوبيا وكانت تتذكروا تصريح رئيس أثيوبيا ندعات إلى ترشيح أو ترشح إمرأة للتونسية للرئاسة أو أكثر من الترشيح لأنه سبق وترشح بالتالي وكأنها تيماتيك يعني كأنها موضوع يشق كل اللقاءات هناك تركيز على التفكير حول مسألة النساء ودورهم ووضعهم القانوني والحقوقي اللي هو ما يتناسبش مع مشاركتهم جونيف تتويج باعتبار أنه كانت الآخرة ومجلس حقوق الإنسان تعرفوا لي تونس تم انتخابها عضوا فيه منذ جامب 2017 بـ 189 صوت على 193 اللي صورتنا فيه زده ما كانش ناصعة في عهد الدكتاتوري هذا الحضور مطلوب ووضح أنه يهد في لا تحسين وبما أنه المدة النيابية لتونس تنتهي في ديسمبر 2019 وبما أنه هناك اهتمام كبير بما يحدث في تونس من طرف المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولو المتحدة تتذكروا وقت اللي بادر الرئيس بالأعلان على مبادرته الأمم المتحدة هنأت والمفوضية السامية هنأت تونس بهذا واعتبرتهم معناها تتويج ومبادرة جريئة في المنطقة كاملة اللي تشقها سراعات معناها اللي قاعدة تزيد معناها فيها سراعات وصلت إلى سراعات دموية وأنه الانتقالات اللي صارت في البلدان اللي عرفت معناها تحولات سياسية أو ثورات هاكم تشوفوا وينوصلوا بالتالي في الاجتماع التنسيقي بممثلية دول مع المفاوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة باشلية الرئيسة السابقة لشيلو اللي هي بيدة كانت ضحية التعذيب نعم هي وبوها قتلة معناها هي عرفت الوضعين وضع المعارضة المشردة المطاردة ووضع اللي يعنيها يدخل إلى السلطة ويتحمل مسؤوليته وأشارت في اللقاء هذا بممثلية دول أنه النقطة الضوء الوحيدة التي تأتي في العالم أمام كل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان هي تأتي من تونس بمبادرة رئيسها في المساواة في الأرض بالتالي العالم يخزرنا بعين كبيرة برشا وإحنا حقرين رواحنا للأسف وكان الاستدعاء في الخضم هدايا من أجل تقديم تجربة تونسية في مجال مشروع قانون المساواة كيفاش أنه دولة عربية إسلامية في واقع معقد أنا ما نحبش نقول معنا معقد يعني هناك تنامي للإسلام السياسي الذي له قراءة خاصة في مسألة حقوق النساء هناك تنامي للإرهاب هناك مشاكل اقتصادية هناك بطالة هناك سياسات محورية نجم تأثر بشكل أو بآخر رغم ذلك رغم هذا البلد الصغير المحدود الإمكانيات يشع بمبادراته ترتقي إلى مرتبة الإنسان المشترك بين كل الشعوب وبين كل الأمم لما نتحدث على الإنسان ككائن له كرامة ويجب تحقيق ذلك لكن لافت سعيدة في كل هذا الحراك الدبلوماسي أتكيد لموضوع المساواة في كل منبر تقريبا دولي إلا وترحى وسيد رئيس البعض رأفها طرحا لشأن داخلي في منابر خارجية بعض المنتقدين ذهب حتى إلى أنه استقوى بالخارج في موضوع ما تروح داخلي وسؤال هوية يخص التونسيين وحدهم البعض الآخر لا يقول بالعكس استثمار ومزيد من الترويج لصورة تونس هذا البلد الصغير الذي يشعب القرارات أو مشاريع قوانين في علاقة بالحقوق والحريات والمساواة يا سيدي الناس هذو ما سمحني أن نحب أننا خد راحتك نحب أن نقابل نبول سلاحبيب هو مش جيد سلاحبيب نحب أنه هو يشتغل كثيرا على اللغة وباللغة نحب أن نختار عبارات التي لا تكون حادة ما هو معنى؟ الناس التي مصرّة أن ترى العالم كما يقولون المصريين من فوق بإبرة من فوق بإبرة يعني من فوق بإبرة لا يحبوش الإنسان هي أرحم ذلك أنا كأعطيتك الموضوع ما تروح في كل اللقاءات هو موضة ضمت حقوق الإنسان مش تونس تطرح فيه هاللقاءات هذه هو تطرح فيه لما تتحدث عن التنمية الاقتصادية تطرح بصورة أوتوماتيكية مسألة تمكين النساء شنو معنى تمكين النساء؟ أن الواقع يتميز بمشاركة نشيطة للنساء في تكوين الاقتصادية العائلية والاقتصادية الوطنية لكن الواقع التشريعي والاجتماعي ينكر عليهم هذا نعطيك مثال بسيط مثلا شنبسط للتواس أحنا نعرفه في تونس خاطر برش عبيد تقدم في روحها قلبها المرأة الريفية والقطاع الفلاحي هم ما يعرفوش أحنا نعرفه نظرا لجذورنا الريفية وهو كذلك في القطاع الفلاحي مثلا أغلب النسبة الغالبة في اليد العاملة هي من النساء وفي النسبة الأغلبية هذه قرابة 80% من يد العاملة في القطاع الفلاحي النسائية تشتغل داخل الملكيات العائلة تصنع الثروة ماذا معناها داخل الملكيات العائلة ماذا معناها ماذا معناها تخدم ما عندهش حق تأخذ أجر ما عندهش حق تعمل ضمان اجتماعي ما عندهش حق تعمل كرنيدواء إلا كان عرصت باسم رجلها وإلا باسم بوها إذا ما زالت متزوجتش عليش يقولوا لها يا أخي أنت ما تخدم فيه رزق بوك ما تخدم فيه رزق بوك ما تخدم فيه رزق راجلك يا أخي بش تخلص عليه به هذا شنو ما معناه يعني هناك والاهتمام بالعائلة وغيره يعني هناك مجهود لا يقابله اعتراف بالمجهود لأنه كي تعطي الناس حقها تساهم في أنها تصنع كيانها وتستقل الاقتصادين وما تحسش بخاطر برشا عائلاتك ينتهي الغطاء الاجتماعي بها هي مات رجل ما عندهش شهرية اشتعمل تمشي تطلب وهذا موجود مات خوها مات بوها وحتى كي يبدأ حي حتى كي يبدأ حي تتقلب العلاقة في العائلة تلقى روحها مشردة تلقى روحها مكسورة الخاطر ما تنجمش تحل فيه ودافع على روحها لأنها معناها الديبون يعني هي رقبتها عند اللي بش يصرف عي بالتالي هذا مطروح مطروح جدا المحور هذا في كل الملتقيات والندوات ونذكر سمحني طولت عليك نعرف لي طولت لي أنه صار شاسي مثلا أنا نتذكر تقرير للأمم المتحدة حول التنمية في 2006 كان مفزعا على بلدان العالم العربي وشاركوا فيه خبران العالم العربي بما فيهم تونس على نسبة الأمية بالنسبة للنساء وعلى أنه أحد أهم أسباب التخلف في بلدان العربي العربي الإسلامي هو وضع النساء فيه وضع النساء فيه وحقوق الإنسان فيه دعم دعا 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 ما لم يتجرأ عليه بورجيبة بورجيبة كانت ما تروحة عليه مع أنتها مسألة المراس ولا أنه ما تجرأش عليها والملاحظة الثانية أنه كيفاش الرئيس معناه وحتى ولو كان في المنتظم الأممي في جونيف أنه هو بش يحكي كان على المراس ولكن كانت فرصة أنه هو يعرف بقضايا حقوقية أخرى زي دا ما تروحها في تونس مثل ماذا مثل العدلة الانتقالية مثلا أنه الرئيس دي ما يغفلها معناه هو ما يتحدثش عليها تفضل سعيدة وبعض الشيء الحبيب هذه دفع الحساب دفع الحساب قبل أن نقرح كتاب تفضل هو السيد الرئيس سألوه راهو وما أخذتش حظها يقول أنه بورجيبة ما كانش عنده الفصل 21 في الدستور وما كانش عنده الفصل 2 في الدستور دستور 2014 في الدستور القديم دستور 2014 جرب الفصل 2 اللي يقول لك الدولة مدنية أعلى سلطة فيها القانون والمحدد فيها إيرادة الشعب بالتالي لا سلطة فوق هذه السلطة هذا الدستور تعرفوا أنه في البناء الهرمي للقانون الدستور هو أعلى سلطة ثم الموثيق الدولية المصادقة عليها وهذا نص عليه الفصل 20 من الدستور التونسي 27 جان في 2014 الفصل 20 يقول أنه علوية المعاهدات الدولية المصادقة عليها من طرف الدولة التونسية على القوانين الداخل عن الدستور عن الانتفاقية الدولية ثم القوانين الأساسية ثم سلم كامل معروف طلبت الحقوق يعرفوه بالتالي بورجيبا ما كانش عنده زوز فصول هذون فصل 21 يقر عنده ثلاثة فصول فصل 21 يقر وضوحا كانت تتذكره قبل كان عندنا الفصل نسيت هل هو ثمانية أو ستة اللي يقول يحكي عن المساواة أمام القانون المواطنون والتساون أمام القانون وهي الزدك المطبق لا يتحرك هذاك عليش صار نقاش كبير في المجلس التأسيسي وظهر في دستور 2014 حول ضرورة التنسيس المواطنون والمواطنات في الحقوق وفي الواجبات باش ما نقعدوش فكل الغموض اللي يسعى والناس أنه يستغلوه في الفصل الدستور القديم باش يحرموا النساء من جملة وضعيات ومن المساواة التام أيضا في الدستور القديم ما كانش الفصل 46 الذي يلزم الدولة بالحفاظ على مكاسب المرأة بل أكثر من ذلك تطويرها ودعمها وبالتالي أحنا في تمشي كما أكد عليه السيد رئيس الجمهورية منذ البداية يقول لك أنا يحكمني دستور أنا بالفصل 72 بالدستور مطالب أن أحترم الدستور من ضمن مجالات احترام الدستور أنك تسعى إلى تكريس ما جاء به من حقوق وواجبات اللي نقصه قانوني التعمل هذا بالنسبة لدستور سعيد 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 مني قبل أن أعدل الحبيب بالنسبة للميزاج العام أو أنت محكم أيضا بالسياق الوطني بالميزاج العام يقبل الآن دستور متفاهمين فيه الأمور قانونية منسجمة مع روح الدستور وفصولها ونصها أيضا وصريحة معناه ملتزمة مع روح الدستور وصريح ونصه وصريحي نصه الميزاج العام أنا والله ما فهمتش ليش سامحوني مش نتوجه ليكم لكن للناس اللي دي بخط فما ناس قول مش وقته يعني معروفين لا لا أسمع أنا بالنسبة لي يجب أن نطرحوا أسئلتهم كل شيء ما فهم حتى شيء مش وقته مدام ترحى فهذاك هو وقته الكل يمشي مع بعضه في البناء حتى حتى حاجة ما هوش وقته ترحت وجاوب عليها الدستور وحتى التزامات على الدولة في مجال معين لأنه هكاكة ولي زاد النجم وقول لك الهيئة الفلانية مش وقتها طوما عناش لها وقت القانون للإصلاح الفلاني مش وقته زادة حتى طوما عناش لها وقت قنت لها وبحكاية أخرى كلمة مش وقته هذي تنم عن عباد تحب بالنسبة لي تغير وجهة النقاش خاطر هي مش متحملة مسؤوليتها في إبداء موقف أو الالتزام به هذه الحاجة الأولى الحاجة الثانية المزاج العام أنا من نسك وكأنها تخوف بها أنا مش أنا بركة قد ما نخرج العباد يقولوا لي منبهرين ثم ناس كانت تتذكروا في 13 أو 2017 بعدها جدوب ما أعلن الرئيس على المشروع وحتى اللجنة هذه كان صحافة الكل والناس والرأي العام الدولي كل يتابع في تونس وبهتين قال لك أول مرة تطرح مبادرك قلت أنا في عالم في المنطقة هذه بكل تناقضاتها وكل هزاتها وكل أزماتها والناس تخرج تعبر على رأيها شرقا وغربا موافق ومش موافق من الأقصى إلى الأقصى من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين بسلمية باحترام بمسؤولية صارت بعض الانفلاتات أو تعرض بعض الأشخاص للتهجم في شبكات التواصل الاجتماعي ولا غير وأبقات في إطار محدود ولا تلزم إلا أصحاب بالتالي بالعكس العدلة الانتقالية العدلة الانتقالية العدلة يا عزيزة على شايمة شوف شايمة هو طلب منه أن يتحدث في موضوع عرام النجموش تعرف أنت قديش من ممثل لمجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة للدولة على تونس من 2011 بحسب الإختصاص بالتالي كان بش نجاوبه على الاختصاصات لكل إي كومبري العدلة الانتقالية ما كانش مطلوب مننا نحكي كان مطلوب مننا الحديث على مشروع قانون المساواة في الإرض كيف ترح أهميته في علاقة بالواقع الداخلي لتونس وأيضا في التقائه على خاطر عنا منطقة كاملة نتشاركوا معاها في موروث لكن احنا تجرأنا واستعملنا الدستور وقاربنا المسألة واتطرقنا لها من موقع معين الناس الكل الأخرى ما زال ترتقبوا برشا يستنى وفين بش توصل الأمور لتونس باشي تجرأوا هما بالتالي هات هي الشجاعة وهات هي الجرأة السياسية وهذا البناء الديمقراطي اللي قاعد يتبنى في تونس ورزعنا التواسع خاطر التواسع فينا ميز اللي احنا حقرين نروحنا فيها أنه ديما معناها نوصل ونلقاوا حل ونلقاوا حل سلمي مدخلناش في احتراب داخلي مدخلناش في موجة عنف ما صارش فينا اللي صار في البلدان الاخرى قاعدين نبنيو بشوي بشوي ونس كل تحكي بطل المتنجام شو تقول لهم هو يقول لك مثلا ما نعرفش أنا أحكيلي على قافس أنت تبدالوا من ود الليل وانت تقالع لكن هو الرأي دي ما يغفل عدل الانتقالية مش دي ما يغفل هدايا الموضوع لا بالعكس احنا أمورنا واضحة لتدخلنا لعرقنا لطلبوه قادم عملنا كل شيء واختصر لي شوي سيدة سعيدة تفضل عني أنا عندي الحقيقة تساؤلات من زاوية أخرى أن الرئيس الآن يمارس في صلاحياته الأساسية وهي السياسة الخارجية هذا أمر ما فيه حتى نقاش ولما رئيس جمهورية يمارس صلاحياته الرئيسية لكافل هالو الدستور وهي السياسة الخارجية أكيد وقت اللي بش يخرج للخارج بش يسوق البضاعة متاع تونس شنية احنا ش عندنا في تونس عندنا الثورة هذه اللي قاعدة تتقدم نحو التحديث ونحو تمكين المرأة فأنا ما عندي حتى مشكل في ماذا يسوق الرئيس صحيح يلزم يسوق الثورة بجميع أبعادها العدالة الانتقالية يسوق التوافق اللي هو مسألة مهمة وأساسية يسوق القدرة على حل النزاعات السياسية بشكل سلمي هذا ما فيه حتى نقاش لكن أنا عندي تساؤل للسيدة المستشارة هو أنه احنا في السياسة الخارجية على امتداد ثمانية سنوات ما استثمرناش بشكل جيد أولا في الرأسمال الرمزي متاع ثورتنا التونسية وفي السياسة الخارجية تو وضعنا صعيب برشا تونس تونس التثورة وضعها صعيب وارتكبنا برشا أخطار في السياسة الخارجية سواء من 2011 وحنا جايين بالضبط لأنه ثم تحولات وقت في العالم وانا نسألها الآن كمستشارة يعني على رؤية الرئاسة للمسألة الخارجية وللمسألة الدولية فيما تحولات كبيرة وقعت في المشهد الدولي قالت سعيدة أنه احنا وفاء للسياسة البرجبية أوكي وفاء للسياسة البرجبية لكن التحولات الكبرى اللي وقعت في المشهد الدولي والتحول اللي وقع في تونس يقتضيه سياسة خارجية جديدة لماذا؟ لأنه ارتكبنا أخطاء كبيرة بتحفظنا الديبلوماسي بإعادتنا وتكرارنا للسياسة الخارجية البرغبية وارتكبنا أخطاء أخطاء وتنجم تكون قاتل وعليش أنا بيش نسألها احنا في عهد الدكتور المارزوك ارتكبنا خطأ في المسألة السورية وخطأ كبير وكبير برشها معناه قبله هو ارتكبنا خطأ في المسألة الليبية حتى في فترة رئيسة الحكومة مع سيد باجي كادي السيرسي مافهم ناشي شنو اللي يقع في ليبيا مسألة التدخل للناتو ثورة مش ثورة تهريب السلاح تعديته إلى خيره بعد عجزنا احنا توه حتى باش نكونوا فاعلين رئيسيين في المسألة الليبية لكن سيدة سعيدة في اللحظة هذه أو في الفترة متاع السيد باجي كادي السيرسي القينار واحنا قدام وضع خليني نقول مشبوه للسياسة الخارجية التونسية ما وضحناش أمورنا في مسائل تتعلق بالتحالف العربي مثلا مشاركتنا في التحالف العربي تقول لي ما شاركناش ما بعثناش جيش كده لكن موقفنا في حقيقة اليمن كان موقف غامض الحقيقة والاستفاف كان بشكل أو بآخر إلى جانب قواء العدوان على اليمن وما كناش حاسمين كدولة ثورية في الأخر كثورة في المسألة السورية الوعود متع سيدة باجي كادي السيرسي لم تطبق يعني في مسألة عطل علاقات وحل المشكلة اللي وقعت فيها تونس حتى في اجتماع بوزراء خارجية أو بوزراء داخلية السيدة باجي كادي السيرسي ما عطاش أوامر مثلاً في مسألة تجريم حزب الله نتذكر في 2006 موقف تونس كان موقف غامض وزير الخارجية صرح بشيء وزير الداخلية صرح بشيء ورئيس الجمهورية مقال حتى شيء في المسألة هذه اليوم مدة أيام حاجة داخلها في صلاحيات رئيس الجمهورية ماخداش منها موقف حضور كاتب الدولة الخارجية في قمة وارسو اللي جعلت أساساً وأنت تعلمين ذلك بأنها خيار معناها صهيوني أمريكي من أجل بناء حلف معادي الدولة ما عندنا معاها أحنا حتى مشكلة ومعادي للمقاومة اللي جايتنا تحكي على فلسطين تحكي على فلسطين نحكي على المقاومة الفلسطينية ويعني نعمل حلف في مواجهة إيران ما نعرفش عليش ونعمل حلف في مواجهة حزب الله ما نعرفش عليش إذن هذه ما كانش واضحين فيها واشو نحضرنا غادي أحنا البشتبجي حاضر غادي جايتنا القمة العربية جايتنا القمة العربية وباش تحطلنا كرة نار في هذه القمة اللي هي صفقة القرن يا سعيدة أنا أريد أن أسهل والله بالفعل صفقة القرن جاية هنا للقمة ويلزم نأخذوه منها موطف طبعا يا خيام صفقة القرن ما نعرفش تباصيلة سؤالي بربي يا سعيدة في القصر أنا شفت المستشارين قيمة المستشارين يخي عندنا ناس تسوق في استراتيجية تونس الخارجية الآن في ظل التعقد الدولي هذا وفي هالسياسة المحاور هذه اللي ظاهرة بين محاور استعمارية مستهدفة لإرادة الشعوب ومحاور مقاومة وممانعة أنتم عنكم رؤية لهالتصور الخارجي هذه كينمشيوا المالطة ولا كينمشيوا الجناب ولا كينمشيوا للقمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ يخي قاعدين نعبروا على تونس الكرامة الوطنية تونس العربية تونس المنحازة إلى قضايا التحرر تناقشوا المسائل هذه في القصر ولا ما تناقشوا هاش طيب لي اسمك معناها أنت تناقض تحكي على سورة مشاعة تونس مشاعة باش بالاستفاف لا سمحني مش بالاستفاف هذيك اللي سوقوها هنا أما نصطفه زادة تعليل نصطفه سألها سمحني في عاد سيلباجي صفينها في التحالف العرب صديقي عاد ماكتكلمت خمش هيا شو بقولك شوف أن تحذى تونس بتقدير دولي وأن يقع يعني أن يقع استفاءها أو يقع استدعاها أو يقع تبجيلها في ملتقيات أنه يستأنس بتجربتها أنه يتوجدوا معناه تعرف مثلا في الأمم المتحدة وفي مجلس حقوق لأننا عنا برشة توانسة معناه في كمقرين وغيره كما بن عشور كما القطران كما عبد وهاب الهاني كما غيره باش ما ننساش على قل الخمسة بالتالي هذا كله رو اعتراف بالسياسة الداخلية والخارجية لتونس وباش نعطيك حاجة أنت طوى مثلا جبت لي بالنسبة احنا ما عملناش لأخطاء اللي تعاملت وقت بترويك في السياسة الخارجية وهذا أنت بيدك تعرضت له قلت رو ارتكبنا أخطاء وعننا ممكن نقول مواصلة للسياسة البورقيبة أنا حكيت على أفريقيا من حيث التوجه لأفريقيا لكن أيضا تتذكر اللي تونس كانت مؤسة من المؤسين اللي كنت تعدم الانحياس مع ماصر ومع ليكسلي وغيره وكل شنوه معناه أنه الثوابت للسياسة الخارجية التونسية احترام الشأن الداخلي للدول ما تدخلش صراعات داخلية تقول الشعوب هي أقدر على اختيار من يحكموها خاطر كما احنا ما نحبوش يكون يدخل فينا التالي عندك موقف وأنه الحلول توجد في إطار الأمم المتحدة المجتمع الدولي ما تنجمش تدخل أنت تفرض على العباد وما تنجمش تقبل زادة أنه تكون هناك منطق متاع الغورة ومتاع الناس الدول في العالم انتظمت في شكل الأمم المتحدة وحتى القضية الفلسطينية خذية انتصارات ومنها مثلا من ضمن الانتصارات التي حصلت عليها في إطار الأمم المتحدة ما وقع القرار الذي استصدرته والذي كان وقتها السيد البيجي قايد السبسي ممثل تونس غادي وقت قصف حمام الشت أيضا وقت اللي أمريكا وترامب أعلن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس شكن اللي تجرأ وعطى موقف بالوضوح اللي اعتاته تونس رغم أنه خرجت من تمثل ترامب وقته في المنتظم الأممي وهددت بالعقوبات الاقتصادية لكل البلدان التي ستجرأ على مخالفة القرار الأمريكي بالتالي أحنا البلاد الصغيرة اللي ما عندهاش إمكانيات عندها الإمكانيات البشرية في المادة الشخمة كما يقولوا فيها أنها عندها قادرة تصدر مواقف واضحة في سوريا تعرف مليح أن التمثيلية التونسية تعززت منذ 2015 ووقعت ترفيع في التمثيلية وهناك معناها أشيات فما قنوات اتصاله غيره لكن القرار انتع سوريا مخذتوش تونس ومتنجمش هي ترجحها وحدة تعرف أنت مبدأ التوازي في السياق والأشكال اتخذها في مجال وفي إطار معين الإطار هذا كتونس فيها عضو زادة كيف كيف نحترم التمشي الأشياء ثلاثة كتقولي على اليمن يمن تونس ما ساهمتش ساهمت مثلا أنها أرسلت مساعدات ساهمت في أنها تطرح أن الملف كتطرح تدفع من أجل التسوية السلمية وشفتوه حتى أنتم حتيتوه في الضغط يوم تاعكم في سوريا في ليبيا تقولي في 2011 شصار في ليبيا نقول لك وقتها حتى حد ما كان فاهم كانت تتذكر وكان هناك تهديد مباشر من الجذافي لتونس كانت تتذكرها وقتها في بدايات الثورة وكان الواقع متحرك في تونس وفي ليبيا بالتالي أنا ما نتصورش أنه في فترة البيجي قائد السرسي ارتكبت تجاوزات باش ما نقولش حاجة أخرى في الدبلوماسية الخارجية التونسية اللي تورد تونس بل بالعكس حافظنا دائما على التوازن وعدم الاستفاف واحترام الديناميكيات الداخلية للبلدان واحترام الشعوب واحترام من يمثلها لكن عفوا في الموضوع السوري ثم وعود والاتزامات بإعادة العلاقات عنك موضوع إعادة أو استيعادة العائدين من بؤر التوتر الأميرال المستشار الأول في الرئاسة أحكي على خطة كاملة لإعادة إدماج مع وزارة العدل الموضوع هذا على الأقل لم ينجز فيه الكثير في الحقيقة القليل لم ينجز مش الكثير سمحني سمحون دلال مروقي مباشر هو راو اسمعني ساعة قاعدين يرجعوا من وقت الترويك راو قاعدين يرجعوا لكن على الأقل طول الناس الكل تحكي بوضوح والسلطة متحملة مسئولية والرئيس لما سؤلها في هذا الموضوع من قبل القادرة واللي بيش يدخل بيش يتطبق عليه القانون وأن الداخلية والعدل وغيرهم يخدموا كل من موقعه هذا دورهم وواجبهم بالتالي من نجموش زادة نقولوا لا قاعدة العملية تم بفوضى هناك قوانين تواجه بها واحنا دولة نحترم القانون نحكي بالمؤسسات نحكي على المحاكمات العادلة نحكي على استقلالية القضاء وغيره بالتالي هناك تمشي قانوني معروف قاعدة في العملية هذه ما ريتش وين أن المسألة عنها غير واضح لأ عندك قمة عربية على الأبواب وحبيت تنسل الموضوع السوري يطرح كعنوان أبرز هذه القمة حضور سوريا عدم حضورها فموزارة الخارجية أفهم مربما الاختصاصات واهتمامها في الجانب الإجرائي بهذا الموضوع لك رئيس الجمهورية في الجانب الخارجية والديبلوماسية من صميم أيضا اهتمامها لأعداد هذه القمة بصورة ولو موجرس هذا ماذا تحقق في الأعداد للقمة في الموضوع السوري خاصة والموضوع الليبي بأقل أنا من النجم مش نعطي تفاصيل تشفي غليل كل مجال بعدم امتلاك ولعدم الاختصاص تعرف هذه حاجة أنا وانتوما شفتوا حتى اختارت يمتعكم أنه فما ملفات قارة تطرح هي خضير فلسطيني تطرح حتى في القمة الأوروبية العربية وغيره في الأمم المتحدة في مجلس حقوق الإنسان وغيره وفما الملفات المتعلقة بالأزمات في المنطقة اللي هي اليمن سوريا وليبيا بعد ذلك هناك تراتبية في أخذ القرار داخل القمة معناه هيكل المعدة والمحاول التي تتحذر للقمة العربية وهناك دول الأعضاء وهما يطرحوا يناقشوا عندهم بالتراتبية متاحهم وعندهم الهياكل متاحهم وهالعودة أو عدم العودة المؤكد أنه قلت أنا الأزمة السورية والأزمة اليمنية والأزمة الليبية تطرح وتطرح دائما في كل الملتقى تطرح بحضور المعنيين أصبح الأمر واضح سعيدة كون بشيحضر أولا مستوى الحضور كيف سيكون في القمة العربية هل سيكون الحضور كبير لأنه ما يروج الآن أن هذه القمة لن يكون فيها الكثير من الرؤساء والملوك يعني ستكون إلى حد ما حضور بعض الدول بصيغ منخفضة هذه النقطة لولا والأكيد أنه عندكم جواب على حضور سوريا هل ستكون حاضرة كما قيل يمكن أن يكون وزير الخارجية وليل المعلم حاضر أم أن الأمر يتعلق باجتماع مجلس الجامعة واتخاذ قرار أعطينا تفاصيل هذه برك لا هذه أهم التفاصيل تأكيد الحضور أما استدعون زير الخارجية ويساعدكم على التفاصيل لا مشكلة مسألة الرئاسة رغم مش أن الناس كل نقض معنايا شكول على شؤون خارجية لا سياسة لماذا سمحني يا عايشة ثم أخطلك تفاصيل في متابعة المراحل ثم أزوز مستويات في النقاش ثم المستوى الأول أنه قرار التجميد اتخذ داخل الجامعة بالتالي رفعوا لا يتم اتخاذه إلا داخل الجامعة ثم الترتيبات لمجموعة قرارات وغيرها قلت لك أنا الملفات اللي تطرح عادة تنديمة عندك ركنقار الحضور كيف سيكون هذا أنا بالنسبة لي مانيش أنا اللي مواكبة عملية الاستدعاءات هذا فيها تنسيق كبير مع وزارة الخارجية دونك هي تقوم بدور على وفق توجهات العامة اللي أعتقدها سيد رئيس الجمهورية بالتالي ذاك عليش نقول لكم الوزارة الخارجية هي المواكبة أكثر الدعوات شكول بشيجين نوعية التنفيل نوعية اللورد الدجور يعني المحاور التي ستطرح ما عندكش تفاصيل وما تحبش تعطيها سعيدة أسوال أخير من شايمة وما زال عندي أنا أسوال وكاو نحب نرجع معناتها المسألة الميراق إيجاز إيجاز جموعة لكلها وهي حملة معنتها ناجحة فمشي معنتها تحركات أخرى فمشي معنتها مناصرة أخرى جاية معناها في الطريق فمشي تظاهرات خاصة معنتها خاصة مع أنه القانون تعد على مجلس النواب ومش تظاهرات ما وفهم أدوار دي ما هتدنا الموضوع الثاني تفضل لا هناك أدوار كل حد يقوموا بدور وإحنا كجية مبادرة أعلننا على النية ثم وضعنا لجنة لتشتغل على مشروع قانون ثم بعد ذلك اشتغلنا كريئيس الجمهورية في المصالح المختصة اللجنة القانونية وما يدور حولها لتقديم مشروع قانون تطبقنا لإجراءاته كل حالين أنه كلهم في دورة يعني أن يقوم المجتمع المدني بمبادرات أن يقوم المثقفور الأعلاميون المقتنعين خطر أن أنا أعتقد أن معركة حاسمة ليش معركة رئيس الجمهورية في مشروع قانون عادي هذه معركة متى تأسيس لعلاقات داخل العائلة التونسية وداخل المجتمع التونسي كما أسست مجلة أحوال الشخصية للنموذج التونسي اللي احنا بفضله طول هنا وكما أسست مجانية التعليم للنموذج التونسي وتعميمه اللي بفضله نساء ولاه يعتليه متفوقات في كل المجالات اللغال بغلبناكم نقراه وخدامه كما زاد المساواة في الإرث بشتتأسس إلى علاقات داخل القصرة وداخل المجتمع لأجيال قادمة وبالتالي أنه نتجاوز النظر من زاوية وحيدة وأنه نعتبروها معركة مجتمع من أجل تطوير الأسوة العلاقات فيه من نحو أكثر كرامة وأكثر عدالة وأكثر مساواة كل الممادلات تبقى مهمة ديما الوقت شوي سعيدة حبينا نحتفظ بك الموضوع الثاني نحتفظ في البرنامج السياسي انت على الرئيس لكن موضوع إهمك على الأخير لم أعطيتنا توطية أنت بشتعدات نعرفوا يستنى فيه على الوقت الله حبينا نحكي وعلى البرنامج السياسي ديما شوي تعدنا تجي مرة أخرى بحدان حتى قبل القمة لو أمكن شكرا مرة أخرى حاولنا مرارا وما زلنا نحاول مع وزارة الخارجية بالتأكيد نعرفوا نشغلاتهم برشا لكن سنظفر خريبا بحوار مع وزارة الخارجية بالتأكيد سي ميس جيناوي نشكرك برشا سيدة سعيدة جراش المستشارة ناطقة رسمية باسم رئيسة الجمهورية شكرا مرة أخرى مهدنا هكذا لموضوع المبادرة التشريعية لرئيس الجمهورية تفضل الحوار ممتع كتاب ده مقابلك ثلاثة شعراء ودباء مهتمين بالكتابة جميل برشا رغم فيه السياسة أعطيك صحة مزيل عنها برشا نقاتل لأسف الوقت دائما لا يكفي في أسئلة تهمة دبلوماسية تونسية وهذا الحراك الذي نشهده قبيل القمة المنتظرة موفى هذا الشهر من زل ما بدأش مارس في الشهر القادم في بلادنا كنا نحكي على مبادرة رئيس الجمهورية التشريعية بالأمس طرحت في لجنة الصحة والشهر الاجتماعية بمجلس النواب المساواة في الميراث موضوع ما زال يشهد خلافات ونقاش عام خليني نقول بخلفيات إيديولوجية حينا وسياسية أحيانا وتباينات حتى مجتمعية في أحيان كثيرة بالأمس كان أول طرح له في البرلمان وهذا مبرر طرحنا له في برنامج اليوم تقرير لأي من العبيدك مقدمة ونعود لنقاش مع أطراف معنية كأكثر ما يكون بهذا الموضوع